اقول لك يا جماعة ان في منظمات كبيرة او تجمعات كبيرة مش عال سميها بس عشان بيزعلوا اه يمكن جهدها قليل عم قصد مثلا مش عارف بس في افراد هم بيتحركوا النهاردة في محكمة تركية اه الشاب المصري عمر الشويخ بيرفع قضية بشكل مباشر على عبدالفتاح السيسي بيختصم فيها هو واسموه عطيه منصور عدلي منصور وبيختصم فيها 83 قيادة امنية وشرطية في مصر تحقيق بتركيا ضد السيسي وتسعة وعشرين مسؤول مصري بتهمة التعذيب ده بتهمة التعذيب اللي رفع القضية دي عمر الشويخ ولد شاب شاب واحد تعال اقرأ معي اللي كتبه طه الاسري اعلنت المحامية الحقوقية التركية جولدن سنماز ان مكتب المدعى العام في اسطنبول بدأ امس السلساء فتح تحقيق ضد رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي وتسعة وعشرين مسؤول مصري بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الانسانية جاء ذلك خلال المؤتمر مؤتمر صحفي عقد الاربعاء امام محكمة تشاغليان في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان بمدينة اسطنبول وذلك بحضور سنماز والطالب المصري عمر جمال متوال ابراهيم الذي تعرض سابقا للاعتقال على يد السلطات الامنية المصرية عمر جمال متوال ابراهيم اللي بيعرفوه شباب جامعة الازهر باسم عمر الشويخ ايه اللي حصل وعمر بيختصم مين عمر وده جهد شخصي الولد راح رفع عضية اختصم فيها عبد الفتاح السيسي بتهم التعذيب وهو شخصيا التعذيب اللي وقع عليه والانتهاكات اللي بتحصل لأهله دلوقتي اخوه عبد الرحمن واخوه عبد العزيز المختفي داخل سجون السيسي واخوه عبد الرحمن اللي بيعاني داخل السجون وغيرهم من المصريين لابد ان يكون هناك صوت ضاغط على هذه السلطة المجرمة ولو كان الصوت ده بس صوت عمر الشويخ اعتقد مش كفاية ولكن كبداية لها تقدرها ولها ما بعدها تسمع مع بعض عمر هو بيحكي عمل ايه بالزبط زاكر طبعا اللي تعرض طلو في الافادة بتاعتي في المحكمة هنا الورق اللي سلمنا النهاردة زاكر طبعا التعذيب اللي تعرض طلو والاثار الجسدية والنفسية اللي مزالت موجودة لحد الان بسبب التعذيب طبعا زاكر اسامي الزباط واسامي المخبرين واسامي كل الناس اللي انا فاكر اساميهم وقابلتهم في السجون وفي الاسام الشرطة منهم احمد وهبة منهم محمود الخطيب منهم محمد الصعيدي منهم محمد عبدالسلام في سجنة ابو زعبل عندي امل كبير جدا انه لاني انا مقدم ادلة كبيرة جدا وكتيرة جدا ومقدم ادلة قوية جدا على اللي كان بيحصل ومازال في ادلة كتير جدا بنحاول نجمعها ونحطها في القضية كمان ان شاء الله عمر الشويخ زي ما معروف جيت النهاردة محكمة في اسطنبول علشان اقدم دعوة قضائية ضد عبدالفتاح السيسي و29 من قياداته وزباطه ومعاونيه يعني المشاركين فيه يعني والتخطيط وتنفيذ علشان اقدم بالدلائل برضو التعذيب اللي انا تعرضت له والتعذيب اللي مازال زي كتير في السجن منهم اخوي عبدالرحمن الكبير بقال له 6 سنين ومنهم اخوي عبدالعزيز الصغير بقال له 3 سنين و4 شهور وبقال له شهر دلوقتي ما نعرفش هو فين مختفي قصريا من يوم 18 عشرة 2020 جيت النهاردة علشان اقدم بالدلائل بالفيديوهات وبالصور وبالاوراق الرسمية من المحاكم المصرية والاختام الرسمية دلائل على التعذيب وعلى الانتهاكات وعلى القضايا الغير مبررة والتهم الغير منططية انا باسمي بحي عمر الشويخ على الخطوة دي عمر الشويخ خطوة في الطريق او الاتجاه الصحيح لمهجمة هذا الانقلاب وكل مجرم تعرض للناس بالتعذيب زي ما عمل محمد سلطان قبل كده في امريكا ورفع قضية على النظام اللي كان بيحكم وقت معزبوه داخل السجون خطوات محترمة جدا مش كيفاء انك تتمنى امنيات جميلة وتدفر رأسك في الرمل لازم يكون ليك دور فاعل انت الفعل مش رد الفعل وده اللي قام بيه محمد سلطان قبل كده واللي بيقوم بيه عمر النهاردة وطبعا لازم نحمل النظام مسئولية عائلة عمر الشويخ في مصر لان اتنين من اخواته موجودين في السجون عبد الرحمن الكبير وعبد العزيز الصغير اللي عنده مشاكل في القلب اصلا عبد العزيز اللي انتهت مدة محكميته من شهر وما طلعش وما بنش وما شافهوش في اي حتة وما فيش اخبار عنه مختفي قصريا داخل سجون السيسي وعبد الرحمن اللي بيعاني من مشاكل صحية وهو شاب ولكن بيعاني من مشاكل صحية لسوء احوال داخل السجون واماكن الاحتجاز اللي موجود فيها عملوا ايه؟ ما عملوش حاجة هم شباب رفضين لانقلاب العسكري مش اكتر من كده باي